أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاقها لدفعة مسيرات جديدة باتجاه أهداف إسرائيلية بمدينة إيلات لكنها وعلى ما يبدو أخطأت الهدف حيث أعانى وزير الدفاع البريطاني جراند شابس أن سفينة تابعة البحرية البريطانية أسقطت مسيرة هجومية في البحر الأحمر بحسب الرواية البريطانية مشددا أيضا ومنددا في الوقت نفسه بموجب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر مؤكدا أنها تمثل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري من جانبها أعلنت الدفاعات الجوية المصرية ظهر اليوم إسقاط طائرة مسيرة قبالة ساحل مدينة دهب على الساحل الشرقي لجنوب محافظة سيناء المصرية الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن في استوديو هنا ضيف رماح الجبري المحل السياسي ومدير المرصد العلمي اليمني طيبة ألمك في استوديوهات الحدث لطالما حذرتم من خطر التراخي مع الميليشيا الحوثية الحكومة خاضت عدد من المعارك لمنع الميليشيا من تهديد الملاحة البحرية اليوم وقد وقع هذا التهديد بالفعل إن كان في البحر الأحمر أو أيضا المسيرات والمقذفات التي تطال مصر والبحر الأحمر ما خطورة اليوم التهديد الحوثي في هذه الجزئية نعم الحوثي يقدم نفسه اليوم بطريق أو بحقيقة واقعية يقدم نفسه كجماعة وأداة إيرانية لا تهم المصالح اليمنية تسعى لتنفيذ دائما أجند إيرانية وكذراع إيرانية بل قدمت نفسها الميليشيا الحوثية بحقيقتها كجماعة إرهابية تمارس كل أنواع الإرهاب التي هي انتهاك للقوانين الدولية إضافة إلى أنها تعرف كل هذه الجرائم كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تهدد ما كانت تحدث عنه الحكومة الشرعية منذ اجتياه العاصمة صنعاء 2014 وتقول أن هذه الميليشيا الحوثية خطر على المصالح الدولية والإقليمية هذه اليوم تثبت هذه الحقيقة وتقول للعالم أنا هكذا هي طبيعة لأن الميليشيا الحوثية بالإضافة إلى أنها أداة إيرانية هي أيضا لا تقوى على العيش والاستمرارية أو الديمومة في ظل السلام وجود الدولة والنظام والقوانين هي تعيش على الفوضى والحرب دائما الميليشيا الحوثية تحافظ على استمرارية الحرب وتحافظ على أيضا افتعال أزمات وحروب أخرى كون هذا هو الغذاء التي تتغذى عليه وبدون ذلك ستكون هي النهاية طيب ما هو الدور الحقيقي اليوم للميليشيا الحوثية أستاذ رماح هل هي بالفعل تساعد القضية الفلسطينية بمقذفات تسقط هنا وهناك أم أنه تخدم الجانب الإيراني برفع السخف من المطالبات نشوف عندما نتحدث إلى النخب السياسية شيء آخر وعندما نتحدث أيضا إلى الجمهور والعامة التي تستهدفهم الأميليشيا الحوثية شيء آخر لكن في الحقيقة الميليشيا الحوثية ما تمارسه عملية هروب من حالة الغليان والرفض الشعبي في مناطق سيطرتها والتي كان ولا يزال يهددها بثورة لاكتلاعها لكنها هربت إلى ذلك باستخدام غزة وإلى ذلك للتستر أو التغطي خلفها لأن للاستغلال حالة التعاطف والمواقف الوطنية اليمنية تجاه القضية الفلسطينية حتى أن كثير من اليمنين اليوم يربطون على بطونهم ليرضوا أو يقدموا نوعا من التنازلات لأن الحوثي قصفت أو استهدفت إسرائيل بينما في الحقيقة الميليشيا الحوثية التي لم تكتل ذبابة أو تكسر زجاجا إسرائيليا بل العكس حققت من خلالها الأهداف الكبيرة التي هي استرضاء أو حالة الرضاء المؤقت وهي طبعا الشعبية قد تكون مؤقتة بالنسبة للميليشيا الحوثية سواء محليا أو دوليا خلال حرب تموز 2006 كانت صور حسن نصر الله تملأ الشوارع صنعها لكنها تتضحت الحقيقة فيما بعد فبالنسبة للميليشيا الحوثية هذه قد تكون شعبية مؤقتة زائفة هروب من مواجهة واقع واستحقاقات أبناء الشعب اليمن باعتبارها سلطة لكن هذا لن يستمر وبالإضافة إلى ذلك ومع ذلك هناك وعي شعبي يمني كبير بأن ما تمارسه الميليشيا الحوثية ليس إلا استعطافا ومحاولة لتسجيل مواقف تحاول أن تمرر أيضا من خلالها أهداف سياسية رسائل سياسية للعالم بالإضافة إلى ذلك إيران تحاول من خلال الميليشيا الحوثية رفع الحرج عنها باعتبار أنها تتغنى خلال السنوات أو العقود الماضية باسم القدس لتقول أن واحدة من أدواتها تحركت لنصرة غزة اليوم هذه الممارسات الحوثية إن كان القرصنة في البحر الأحمر أو المغذفات والمسيارات هل تخاطر بهذه الانتهاكات بمصير الشعب اليمني من خلال استجلاب الأساطير البحرية الدولية إلى سواحي اليمن للأسف الشديد هذا ما نعاني من خلال السنوات الماضية هؤلاء للأسف الشديد أنهم يحملون الجوازات اليمنية لكنهم لا تهمون مصالح الوطنية اليمنية ولو كانت لديهم نوع أو ضمير أو شعور بمعاناة أبناء الشعب اليمني كانت من المفاوضات الأولى ومن الجولة الأولى المفاوضات توصلوا إلى اتفاق سياسي لا سيما وأن لدينا أرضية مشتركة أو أرضية جاهزة للبناء عليها لحلول سياسية وهي مخرجات الحوار الوطني التي وافق عليها الحوثيون أيضا لكن الحوثيون هم أدوات يتم التحكم بخارجيا بالإضافة إلى أنهم لديهم مشروع فيه فجوة كبيرة مع المجتمع اليمني المشروع العنصري الطائفي هذا ما يرفضه أبناء الشعب اليمني وما لا يتوافق مع تطلعات وآمال وما يطمح عليها أبناء الشعب اليمني كل الشك لك دائما على كل هذه الإضاحات والمعلومات كان معي الأستاذ رماح الجبريل المحل السياسي ومدير المرصد الإعلامي اليمني